السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم او بقال في خير وكل سنة وانتو طيبين النهاردة فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة تعالوا نشوف بقى تجهيزات وتنظيفات كمان قبل عيد الفطر المبارك وكل سنة وانتو طيبين جايبالكم النهاردة فيديو مختلف لسيدات تركيا فيديو متنوع هنشوف كمان كل واحدة فيتها بتجهز ازاي وايه المشتريات الجديدة اللي كانت شريحة عشان البيت واستقبال العيد الفطر المبارك وتعالوا نشوف كمان التوضيفات بقى والتنظيفات اللي كلهم بيشاركوا بعض فيها تعالوا نبدأ كده مع بعض اول حاجة مع بعض في فيديو النهاردة بالسيدات التركية الاولى اللي معانا دلوقتي وهنشوف كمان التنظيفات بتاعتها عاملة ازاي طبعا هناك زي ما احنا شايفين كده في تركيا معظم السرير بيكون طبعا بالصحارة او اللي هو الجزء اللي هو بيترفع كده معانا بحيث السير طبعا ما يكونش ملازم للارض على طول او لازق في الارض بحيث تخزن السجاب بتاعها تخزن البطاطين بتاعتها شايفين طبعا عينة كل الحاجات بتاعتها او الخزين طبعا بتاع الهدوم وما يبقاش واضح كده وباني ان احنا نعود طبعا نحط الحاجات فوق الدولاب وكده بتبقى شكلها مش لطيف قوي فبتقول ده احسن حاجة اللي احنا شفناه تحت السرير ده تعالوا نشوف كمان في السرير تاني تحت قط النوم هتعمل ايه تحت السرير بتاع قط النوم برضو جايبه هنا طبعا المنظمات الحلوة دي طبعا بتبدأ تحط فيها برضو زي ما شفنا كافي بداية الفيديو مع بعض كل الخزين بتاع الهدوم يعني الوقت خلاص بقى احنا في المسم الصيفي بتبدأ طبعا بقى تخزين فيه الهدوم الشتوي البطاطين اللي الحفة الكلام ده كله وبتحطه طبعا في الصحارة بتاعت السرير وبيكون شكلها حلو جدا وكمان مش مبهدلة وبتبقى طبعا احسن حاجة في السرير زي ما قلت لكم ان هو مش واصل الارض عشان الرطوبة بتاعتها الجو وكده وقد ايه شكلها منظم وشيج جدا تعالوا نشوف كمان بقى التنظيفات والتوضبات كمان اللي كل الستات التركية بتعملها قبل ما نكمل الفيديو تعالوا نشوف كمان شكل مبخها عامل ازاي وجابلة سريعة كده في المبخ والتنظيفات طبعا اللي بتعملها في المبخ شايفين طبعا جمال المبخ وشياكته خصوصا طبعا انه باللون الابيض بعد ما بتكنسه الاول كويس جدا بتبدأ بعدك طبعا تنشف الارض وتمسحها كمان بالممسحة اللي احنا شفناها دي مع بعض بعدك طبعا بتبدأ تفرش السجاد الصيفي السجاد ده خفيف جدا وبقى كمان دلوقتي الحمد لله متوفرة عندنا في مصر باشكال والوان كتير جدا شايفين طبعا شكل السجادة حلوى قوي قوي زي ما احنا شايفين كده وكمان احسن حاجة ان هي خفيفة وسعرها كمان مش غالي يعني في متناول اليد اللي كلنا نقدر نجيبها هي جايباها وبتقول هتطلع معاها طقم التوابل ده عشان يبقى نفس الدرجات بتاعة الشطرانج اللي موجودة في السجادة وتحسي كده ان المكان شكله حلو جدا بتقول حاولي تعملي في بيتك اختلاف حتى لو بسيط قوي يعني مش شرط تعملي حاجات واو جدا بحيث بس تغيري في شكل البيت وتحسي بروح معنوية للبيت كده وفي استقبال العيد تعالوا نشوف كمان السيدة اللي هي في التركية اللي كلنا بنحبها وبنحب كل روتوناتها تعالوا نشوف هنا كمان برضو بعض اللقطات كده الحلوة جدا ليها في البيت وبتعمل ايه في التنظيفات بتاعتها هنا طبعا اول حاجة بتقول بتشغل غسلت الاباق كالعادة طبعا وطبعا زي ما شفنا مع بعض قبل كده في فيديوهات ليها ازاي بتنظفها وازاي بتستخدم اللمون عشان يطهر كل حاجة زواء غسلت الاباق غسلت الهدوم اه التلاجة كل حاجة بتقول لازم تستخدم فيها اللمون عشان تعقم الادوات الكهربائية دي تعالوا نشوف كمان بتنظم التلاجة ازاي قبل العيد عشان كمان يبقى كل حاجة عندها في البيت منظمة بشكل حلو جدا وشكل شيء كمان هنا كمان حطت بقى الادراج بتاعت الفريزر وهتتنظم كمان التلاجة وتحط البيت كده زي ما احنا شايفين مع بعض كل حاجة هتحطها في مكانها اول باول بحيث ما تبهدريش الدنيا حواليكي وهنا طبعا التربوهات بتاعت البصل والتوم وكده مش على قد كده كمان برضو ما بننساش طبعا الصفرة الرمضانية عشان طبعا حاسف شهر رمضان الكريم هما بيقولوا يعني الموضوع مش هلقاد التنظيف بس ما بننساش طبعا كمان تحضير الفطار وزي ما احنا شوفنا كده مع بعض تعالوا نشوف كمان سيدة تركيا تانية بتنظف البيت عندها ازاي هتورين هنا كمان جولة في الحمام كده سريعة والتنظيف السريع اللي ممكن تعمله عندها في الحمام مشا طبعا كده على الحب بتاع الحمام والارضيات وزي ما شوفنا كده طبعا هي حطة هنا الغسالة في الحمام بس احسن حاجة ان هي محبطها كده من جميع الجوانب بحاجات كده اللي هي برضو زي الرخامة او الالاموتال بحيث الغسالة طبعا ما تتبهدلش معاك وطبعا ده اللي هو الطقم بتاع الحمام السجاد بالطقم اللي انت بتحط فيه له هدوم وكده تعالوا نشوف كمان هنا برضو البلكونة عند السيدة التركية دي عاملة ازاي حطة فيها المنشر كده بتاع الهدوم وعملة كمان دولاب كده مخصوص بحيث لمي فيه كل الخزين بتاعها وكل الكراكيب بتاعتها وكل حاجات الخاصة بالغسيل والنشير حطة فيها هنا كده الغسالة من جوا قفل عليها في الضرفة دي والبلكونة وغسلت كمان البطانية الكبيرة دي ونشرتها وتعالوا كمان نشوف جولة في المطبخ بتاعها عاملة ازاي وقد ايه المطبخ منظم ونظيف جدا بيقول ما ينفعش يجي عليك العيد غير وكل حاجة في شاقتك بتلمع وبتبرق وكل حاجة شكلها حلو ومنظم وشيك كده جدا زي ما احنا شايفين مع بعض طبعا الاطراك في النظام والترتيب والنظافة ما فيش بعد كده احسن حاجة كمان زي ما احنا شفنا عندهم يعني بكتير جدا من الفيديوهات بنزله لكم هو طبعا التنظيم وان الحاجات مش كتير ووفر خالص في المطابخ كل حاجة بسيطة جدا الكراكيب اول باول بيتخلصوا منها تعالوا نشوف كمان هنا سعيدة اليف التركية هتنظف معانا استطاير ازاي حاطت طبعا كباية من المسحوق العادي وهتحط كمان مجموعة كباية من الخل وهتبدأ كمان تدعك الستطورة كويس جدا بالفرشة وبالميا كمان طبعا زي ما شفنا كده مع بعض وهتبدأ تخسلها الاول كويس جدا قبل ما تنشرها كمان تتهو وبعد كده هتعلقها وبتقول شايفين طبعا الفرق بقى عامل ازاي وبتقول هنا كمان ان هي شرية سجادة جديدة وهتبدأ كمان تنظف وتعقم البيت بالبخار عشان طبعا ده حاجة السياف زمن الكورونا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي شايفين طبعا شكل السجاد وحلوته وجميل وعامل ازاي موجود طبعا بكل الاشكال بتاعته هنا كمان سجاد تركي بشكله تاني شكله حلو جدا الازوئة بتاعتهم كلها تحفظ طراحة يعني تفتح النفس كده الالوان كلها مبهجة مفيش جمال بعد كده شايفين بتقولنا هنا ضهرها بيكون مسك في الارض كويس جدا ضهرها كده محبب شوية بحيث تمسك معاك في الارض وما تتحركش يعني وانت بتتحرك عليها وكده تعالوا نشوف كمان جزء من التنظيفات بيعملوا ايه طبعا يعني الكسوة اللي هي بتاعت الكراسي التركي دي شكلها وخامتها حلوة جدا شايفين بتحطيها على الكرسي ما تحسيش خالص ان دي كسوة محطوها على الكرسي تحسوها كأنها بالضبط هي الكرسي يعني مفيش اي اختلاف خالص على الرغم طبعا هي جايبة لون مقرب منها شوية الكراسي هنا بيضة هي جايبة الوفويت شوية بس عمتا شايفين يعني كأن الكرسي بالضبط كأنه مش محطوها ليه كسوة ولا اي حاجة خالص فدي حلوته في كده تعالوا نشوف هنا كمان برضو سيدة تانية وهي بتنظف الشفات طبعا بتاع الحمام من فوق الدولاب بقى اللي موجود في الحمام كل حاجة المريات الحوض كل حاجة كده بقت معاها طبعا وزي الفل انا حبيت الفيديو بتاع النهاردة يكون شامل اجزاء كتير جدا من التنظيفات بحيث نستغل الفرصة دي والقوم نتشجع كده خلاص ده العيد بعد وبكرة وكل سنة ومتطيبين يعني كلها ساعات وعيد الفطر داخل علينا معات وقته خالص تعالوا نشوف هنا كمان برضو الحافظة بتاعت السجاد يعني لو انت مش في امكانك تشتري السجادة الخفيفة الصيفي ممكن تجيبي كمان الحافظة بتاعت السجاد دي وشكلها حلو جدا وبتمسك معاك في السجادة وبتقضي كمان نفس الغرض وبتشليها تخسليها وموجود كمان الاشكال منها كتير جدا زي ما انت شايفة كده معانا وشكلها حلو قوي تعالوا نشوف هنا كمان برضو مش على قد التنظيفات بس لأ هنعمل حاجات كمان حلوة جدا مع بعض تعالوا نشوف هنا كمان الصحور التوركي عامل ازاي مش على قد طبعا الفطار والتنظيفات زي ما شوفنا مع بعض لأ كمان تجهيز الصفرة عشان الصحور في رمضان هنا طبعا قلي البطاطس وحط الخضرة والكيكات كده صغيرة يعني والزاتون والنوع من الانواع الجبن يعني اللي هي الصفرة العادية جدا ساعد الصحور في رمضان كبات الشاي يعني حاجة بسيطة جدا بس تفتح النفس تعالوا نشوف هنا كمان برضو ده كده مقطع بسيط كمان حبيت ان احنا نشوفه في الفيديو مع بعض نوع من انواع كمان الفطار في رمضان اللي هو طبعا ورق العنب مع المحشي عمتهم مع ورق اللحم اللي هم عاملينه قبله والعصير والطمر وقد ايه بتقول دي كانت فطار كده سريع جدا تعالوا نشوف كمان هنا السجاد والكاور بتاع السجاد برضو بشكل تاني مختلف شايفين شكله قد ايه حلو جدا وكيوت ولاقي طبعا مع الديكور بتاع الشقة وشكلها حلو جدا كعينها السجادة بالزبط طبعا لو وصلتوا هنا للفيديو اتمنى طبعا بيكون فيديو النهاردة عجبكم ولو عجبكم الفيديو عايزاكوا تحطوا اللايكات متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها واشوفكم ان شاء الله الاخير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة